عن الدينامية السياسية أكانت إيجابية أم سلبية وهي دراسة تركز على مكمن السياسي وعلى المقاربات الأوسع للسياسة التي تبتعد عن السياسة كسياسة الأحزاب السياسية نحن نحاول أن نوسع البقار وننظر إلى مكمن هذا النشاط السياسي وهذه الدينامية السياسية وما معنى ذلك في العالم العربي اليوم ينضم إلي في هذه الجلسة للتحدث عن الحوكم الشعبوية والحوكم المحلية والمجالس المحلية أسيا الميهي وهي كتبت فصلا بعنوان الحوكمة من تحت مقارنة الاختبارات المحلية في مصر وسوريا بعد الثورات وهي تتحدث عن هذه المجالس المحلية التي نشأت بعد تدهور السلطة وفشل السلطة هي متخصصة في الإدارة العامة والحوكمة في الأسكوا في المنظمة الأمم المتحدة ولكنها تمثل نفسها اليوم ولا تتحدث باسم المنظمة التي تعمل فيها ولدينا أيضا الشخصين من The Century Foundation سام هالر كتب عن إدلب المتمردة الحوكم المحلية الخدمات والتنافس على الشرعية في صفوف المجموعات الإسلامية والمسلحة هو يعيش في بيروت الزميل الآخر هو أيرون لند وهو زميل أيضا في مؤسسة The Century وكتب فصلا بعنوان دخل أنفاق صعود وسقوط الجيوب السورية المتمردة في شرق الغوطة كل هذه الفصول تتطرق إلى أنواع الحوكمة المحلية والإدارة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 المجموعات المسلحة التي تعمل على تقديم الخدمات بالإضافة إلى العاملين في مجال الخدمات الطريقة والخدمات المساعدة وبهذه الطريقة تمكنت من أن أفهم ما يحصل في الداخل. في هذه المرحلة كان هناك بعض المناطق التي خرجت عن سيطرة نظام الأسد وكان المجالس المحلية تحل مكان النظام متعددة من الخدمات بداية بتقديم الخدمات من جهات خارجية إضافة إلى تقديم الخدمات البلدية بما في ذلك إزالة النفايات وبناء الطرقات أو بعض المرافق الخدماتية وكان لهذه المجالس خبرة في الحوكمة التشاركية التي اتخذت أشكالاً مختلفة المدن المحلية وهي كانت بمثابة الهيكلية الفوقية أو البنية الفوقية وكان هذا الأمر يشمل المجلس في إدلب وهذا الأمر كان يسمح بحل محل الحكومة عند مستوى المعارضة ومن الناحية النظرية هذا الأمر يرتبط بحكومة الظل التابعة للمعارضة ولكن من الناحية العملية لم تكن الحال كذلك وعوضاً عن هذه التلاتبية الأفقية العائدة لهذه المؤسسات شهدنا على نوع من المجالس المحلية المتقدعة التي لم تكن لديها العلاقات الضرورية لممارسة النفوذ وكانت هذه النفوذ تذهب باتجاهات مختلفة وبشكل أساسي إلى ما نسميه بالمنظمات وهذا الأمر يشمل المنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى المتعاقدين والمنظمات والجمعيات الخيرية والمجالس المحلية تعتبرها بمثابة شريك يمكن التعويل عليه لتطبق مشاريعها على أرض الواقع ولكن كانت هناك جهات فاعلة أخرى قررت التدخل وفي مجالات مختلفة في المناطق الريفية حيث لدينا العائلات الموجودة منذ فترة طويلة وحيث هناك أيضا المجموعات المسلحة وبالتالي هذه الفئة ليست بعيدة جدا عن المشهد العام إذن لدينا هذه المجالس المحلية وفي مناطق كثيرة تكون ضعيفة نسبيا ولكنها مهمة كثيرا فيما يتعلق بالنفاذ إلى الموارد وإلى النفوذ والسلطة المحلية إذا كان بإمكانكم توفير المساعدة واختيار المستفيدين من المساعدة إذن هذا الأمر هو بمثابة نوع من السلطة أو من النفوذ في هذه المحافظات شهدنا إذن على تحول في العام 2015 من خلال تحالف بين الإسلاميين المحليين وبين الفئات الجهادية التي ذهبت إلى المحافظة والتي استحوزت على العاصمة إدليم وبعد ذلك تم طرد النظام من محافظة إدليم عند هذا المستوى تجهت الجهتان التي قضت هذا التوجه إلى الحوكمة وبدأت تملي الأمور إذن عليها من جهة كانت لدينا جبهة النصرة ونعرف أنها تابعة للقاعدة ونسميها الآن هي تقرير الشام ولدينا أيضا حركة تحرير الشام الإسلامية إذن أو أحرر الشام بكل بساطة وهي حركة إسلامية نشأت عن حركة ندالية وأصبحت قاعدة الشعبوية واتصمت بهذا الطابع الثوري الشعبوي وفي وفي هذا الإطار تعاونت هاتين المجموعتين إرساء إدارة للخدمات في إدلب وكنا نتحدث إذن عن هيكلية تقوم على هاتين المجموعتين لتوفير الخدمات ولكن في المناطق الريفية بدأ هذا التعاون بشكل مباشر وتمت المنافسة من خلال توفير الخدمات من خلال بعض المؤسسات التي حاولت أن تستحوز على الولاء عند المستوى المحلي وجرى ذلك بطريقة مختلفة ما قام بأحرار الشام هو التنسيق مع المجالس المحلية في محاولة لاستغلال هذه الوسائل المتاحة للدعم الشعبوي في حين أن جبهة النصرة كانت لديها طريقة توفيرها للخدمات بشكل مباشر في بعض الحالات حلت محل المجالس وكان لها إمكانية التحكم ببعض المرافق الخدماتية مثل قطاع الكهرباء وفي الكثير من الحالات برزت بعض مواطن الهشاشة وبالتالي كانت الفكرة تقضي بالدخول وبتحسين الأمور ولكن هذا الأمر كان أيضا طريقة لمراكمة النفوذ والسلطة وهذا الأمر كان أيضا أداة للحصول على العائدات لأن جبهة النظرة اليوم بدأت تبحث عن الأموال من خلال المجتمعات المحلية والعائدات أيضا وكانت هناك منافسة بين هاتين الفصيلتين القائدتين وتحول هذا التنافس إلى مكان آخر وتم نقل هذه المنافسة إلى قطاع توفير الخدمات وكانت لدينا الأجزاء المسلحة والمواطنون والجميع فشل لأننا نتحدث عن تحدي مستحيل يتعلق بهذه الحاكمة التي يفترض بها أن تكون طبيعية ولكنها موجودة في بيئة غير طبيعية إذن بين أو مع النظام كانت لدينا توجهات لإدفاء طبع المحلي أيضا مع نوع من الدعم العشوائي وجود موارد محدودة موارد بشرية ومادية محدودة ولم يتمكن أحد هذه التحدية وما نراه لهذه الورقة هو وأن الإدارة المشتركة لمدينة إدلب تراجعت عن السيطرة على مدينة إدلب ومنحت هذه السيطرة إلى مجلس محلي مدني وهذا يشكل نوعا من الفشل من قبل هاتين الفاصلاتين التي لم تتمكن من توفير الخدمات لهذه المنطقة من دون التعويل على مساعدة خارجية ولكن جبات النصرة وحركة الأحرار وهيئة تحرير الشام اليوم بدأت أو ظلت تتنفس في المناطق الريفية ولكن شهدنا على ذلك مؤخرا حيث كلتا الفصيلتين أو حتى المؤسسات الخدماتية المرتبطة بهما النظام لها لها وبإقرارها الخاص إذن قامت بقطع توفير خدمات الكهرباء في محافظة أدلب أو في مكانة محددة بسبب خلاف حول السيطرة على الكهرباء في أدلب التي تأتي من النظام والنزاع أيضا يتعلق بالسعر التي يجب فرضه على هذه الخدمة بالتالي التنافس لا يزال موجودا ونلاحظ إذن أن هناك نوع من التصارع وهذه الفصائل بدأت تتوغل أكثر داخل البناء بدأت تتنفس على توفير الخدمات في الداخل وما نلاحظه إذن هو صورة للخدمات صورة للخدمات لم تتحول كثيرا إلى بديل سياسي هذه الهيئات عند مستوى المدينة كان يقصد بها أن تعمل على أنها تشكل أساسا لنظام بديل نظام بديل يستبدل ويحل محل نظام بشار الأسد ولكن هاتين الفاصيلتين لم تلتقي أبدا ونظرا لهذه العلاقة التعارضية وأن هاتين الفاصيلتين جزء من نزاع بدأ متأصلا من الصعب جدا تخيل المستقبل فيما يتعلق بأي من هذه المؤسسات إذن أيران تحدث عن هذه الظروف غير العادية أو غير الطبيعية وظروف تغيرت الأسوأ بالنسبة إلى هذه المجموعات الثورية على مر الوقت ونعرف أن السيطرة على الأنفاق أصبحت الهدف الأساسي والتنافس أيضا على هذه الحوكمة أو على أي نوع من الإدارة نلاحظ أن كل ذلك تحول إلى تنافس حول الأنفاق وهذا الأمر يسمح بتشكيل ضمانة للاستدامة إذن هل تعتقد أن هذا الأمر يشكل صورة حقيقية ودقيقة للوضع ما رأيك بذلك منطقة الغوتا ودماشك هي محاصرة منذ أوائل العام 2013 ولهذا السبب بدأت أنظر في هذه المنطقة لأن أعتقد أنه يمكننا أن نفكر فيها بمعزل عن المناطق الأخرى في سوريا نظرا لاختلاف المجموعات وتحدث سام عن أحرار الشام وجبهة النصرة كانت موجودتين في الغوطة ولكن لم تكن تتنافس على السلطة هناك بالتالي لدينا نوعا من الحالة المنعزلة أو الموجودة على حدة نوعا من الانفصال الأشخاص غير قادرين على القيام بكل ذلك بشيء مستقل والسلطات تقوم ببسط سلطتها على ديماشك وكل هذا الأمر يحتم عدد أو كميات الأغذية والأدوية التي ستدخل إلى المدينة وفي هذه المنطقة كما قلنا كان الوضع كالجهات والمجموعات الثورية كانت تتنافس فيما بينها وكانت تسعى أيضا إلى بناء قدراتها البديلة قدرتها على ممارسة الحكم وكان هذا الأمر يجري من خلال شبكات محسوبية للسيطرة مثلا على مدينة أو قرية معينة وكانت تريد أن تتحكم بالعائدات الناتجة عن تهريب وهذا الأمر يجري من خلال الأنفاق كما أن هناك نقاط رسمية لدخول المنتجات إلى منطقة الأوطا وهي موجودة إلى جنب مخيم الرافدين في منطقة دومة وهذه المنطقة مسيطرة عليها من قبل جيش الإسلام وهو أكبر مجموعة في المنطقة إذن هذه القصة طويلة ومعاقدة وأمل أنكم ستأخذون الوقت الكافي لقراءة هذا الفصل لأن هذه القصة مثيرة للاهتمام أيضا ولكن السياسة في هذه المنطقة كانت تتمحور حول من سيسيطر على عملية العبور لأنه إذا ما تحكمتم على العبور سيسمح هذا الأمر لجميع التجار لدخول لأنه نعرف لإدخال البضاعة يجب دفع رسم أو يجب دفع الأموال وكانت هذه البضائع مغالف في ساريا كانت باهزة السمن نظرا لحاجات المواطنين وفي العام 2014 شهدنا على النزاعات ضارية بإدارة زهران علوش وقت ذاك ومجموعة أخرى أيضا أعدها جيش سوري الحر وكانت تضم مجموعات مختلفة وفئة مختلفة وما حصل هو وكنا نسمي هذا الجيش بجيش الأمة وقت ذاك إذن ما حصل هو أن كانت تعارض زهران العلوش والجيش الإسلامي وذلك فيما يتعلك بمنطقة الغوطة وابتداء من عام 2014 ووصولا إلى ربيع 2015 ازدادت نفوذ جيش الإسلامي وهذا القائد الإسلامي زهران العلوش تمكن من استغلال الموارد الناتجة عن عمليات العبور إلى المنطقة لأن تنظيمه كان تنظيما متينا يتم يتمتع يتمتع بشرطته السرية وكل هذه الأمور التي استنسخها من النظام مع وجود أيضا سجن حيث يتم زاج كل من ينتقد قائد هذا التنظيم وتم التحكم أيضا بالموارد وتم تمت ممارسة الضغوطات النفسية على أعضاء المجموعة وهذا الأمر سمح لجيش الإسلامي بالوصول إلى السلطة في هذه المنطقة ولكن في سوريا كلما يكون لدينا شخص يسيطر أو يقترب من السيطرة هذا الأمر يؤدي إلى ردة فعل عكسية والغطة لديها نفس التنظيم كما في الأماكن الأخرى وهذا الأمر تسرع بسبب الحصار وبالتالي بدأ الاندمام إلى القوة المعاكسة لمعارضة زهران العلوش وحصلت بواجهة قطبية بين هذه المجموعات كانت هناك مجموعات ثلاثة أو أربعة كبيرة أما المشكلة بالنسبة إلى زهران العلوش كانت تعلق بعبور منطقات الرافدين في شرق رغوطة كانت لدينا مسألة الأنفاق التي كانت تمتد إلى الحدود الغربية وإلى الضواحي الغربية لديماشك بالتالي هذه الأنفاق ازدادت أهمية وفي العام 2014 بداية العام 2014 كانت الحكومة قد أبرمت اتفاقات مع مجموعات أخرى وفي هذه المناطق كان لدينا وقف لإطلاق النار كانت هناك بعض الاشتباكات من وقت إلى آخر ولكن هذه المنطقة تتمكن من إدارة أمورها بشكل مستقل وكان بإمكانه إذن جلب البضائع عبر دفع بعض الرشاوة إلى المسؤولين وكان من الممكن حفر خندق في منطقة الغوطة وكان النظام يعرف بهذا الأمر وقام باستغلاله أيضا سواء كان ذلك بسبب الفساد الاقتصادي أو الفساد السياسي أو للحفاظ على وقف إطلاق النار مع المجموعات السورية أو لأنه كان يتم إرسال بعض البضائع بشكل ناشط إلى بعض المجموعات لدعم مجموعات أخرى إذن كان يتم التلعب بهذه المجموعات هذا ما قالوا لبعض الأشخاص كانت هنا لك أسباب مختلفة لذلك وعندما أخذت الجيش الإسلامي الأنفاق ومنطقة العبور الرافدية بين آخر العام 2014 وبدأ العام 2015 كان القائد علوش يريد السيطرة بشكل تام على هذه الأنفاق لأن هذا الأمر سيسمح له بإدارة الفصائل بالطريقة التي يريدها والفصائل كانت تواجه هذا الأمر وكانت ترفضه لسيما بالنسبة إلى الأنفاق وفي العام 2015 في يوم عيد الميلاد تم اغتيال العلوش ولكن لم نعرف من قام باغتياله واختفاؤه أعطى فرصة للفصائل الأخرى لأن القائد اختفى وأرادت الفصائل الأخرى استغلال هذا الوضع وشهدنا على ارتفاع في القطبية وفي شهر أيار مايو شهدنا اعتداء من قبل الفصائل المعارضة التي أرادت أن تسلب الأنفاق وانقسمت الغطى بين الجيش الإسلامي وبين من عارض الجيش الإسلامي وكل جهة كانت تسيطر على مورد معين وكانت المجموعة تتحاربان وسفكت الدماء بينهما وكانت وكانت هناك اختلافات وخلافات شخصية والكثير من الخلافات إذن لدينا الآن هذا الانقصام والنظام استغل ذلك مع الجيش الإسلامي واستحوز على مناطق واسعة جدا في العام 2016 وبعد ذلك شهدنا على تجدد للمعركة لسيما في شهر أبريل ناسم من هذا العام والنظام استغل ذلك وبالتالي نلاحظ أننا شهدنا على صعود وعلى وقوع هذه المنطقة الغوطة هي أحد أهم المناطق القبلية في سوريا وبدأ وتمكن النظام من تحييد هذه المنطقة إذن دعتيتنا أمثلة عن الإدارة المحلية وعن الحكم المحلي تحدث عن إدلب تحدث عن دور الإدلب الذي تم تحييده والغوطة التي بدأ دورها يتقلص ولكن بموازات ذلك لدينا أنواع أخرى من الحكومات المحلية لدينا المثال الكردي في سوريا قد يسمح ذلك مثلا بالتحدث عن حكم ذاتي في جنوب سوريا وعملية تخفيف من التصعيد أيضا وعندما نتحدث عن الجهود السياسية التي تقف بمواجهة الجهود العسكرية في الوقت الحالي لدينا هذا السؤال الذي يطرح بشأن الحكم في العراق سؤالي لكم جميعا ماذا عن هذه العمليات المتوازية هل هناك دروس يجب أن نتعلمها من هذه الحالات المختلفة أو هل من الصعب أن نعول على هذه التجربة لكي نستقي الدروس والعبر منها أو هل يمكننا أن نعرف ما قد يجري في المستقبل بإستنادي لهذه الحالات سأبدأ بك سيدتي إذا ما ربطنا التجربة المحلية التي تتعلق بالليجان المحلية في سوريا بالسياقات المختلفة لسيما بالسياق العراقي من المهم أن ننظر في هذه الإمكانيات وإمكانية إطلاق جهود المركزية من قبل الفئات الشعبية في العراق إذن أعتقد أن هناك دروس يمكننا أن نستخلصها بالنظر إلى كل هذه النجاحات والإغفاقات التي ميزت التجربة المحلية ويجب أن نرى ما هو الزخم الحالي باتجاه المركزية في العراق وما إذا كانت ستترسخ بالاستنادي إلى العقد الاجتماعي وهيكلية الدولة الوضع في العراق يختلف بعض الشيء لأن إعادة هيكلة الدولة جرت من فوق من الأعلى إلى الأسفل وذلك من خلال مسؤولية سياسية كبيرة وهناك تنافس كبير على النفوذ بين قوى مختلفة بين قوى تقاوم التغيير وبين قوى لا تريدون ربما التنوع إذن لدينا هذا الانفصال لدينا الإصلاحات القانونية التي حصلت في العراق والتي فتحت إمكانيات أمام لا مركزية الخدمات العامة بعض الخدمات التي كانت تقدم من قبل بعض النخب إذن حصلت هذه الإصلاحات من الأعلى إلى الأسفل وفي المقابل شهدنا على جهود من قبل الفئات الشعبية التي أرادت أن تطور تجارب مماثلة مثل ما رأيناه في مصر وسوريا وهذه الجهود لم تكن متماشية مع السياق بالتالي يجب أن نفكر في العوامل التي ترعى الفئات الشعبية في العراق قانون المنظمات غير الحكومية وأيضا إمكانية المجتمعات المحلية على التنظيم نفسها والمساحات المتاحة لها في المناطق المحررة لكي تتمكن من التحويل المركزية إلى مشروع واقعي وحقيقي في العراق عوضا عن إعادة هيكل النظام بكامله الذي لا يمكنه أن يتحمل المركزية ويمكنني أن أتحدث لاحقا عن أفكار أخرى ولكن أردت هنا أن أقيم رابط مع ما تحدثنا عنه وما درسته حول الحالة العراقية بالنسبة إلى الحالة السورية والحالتين التي سمعنا عنهما أنا قمت بتحقيقاتي الخاصة في المناطق الجنوبية ومناطق الكردية وفهمي هو الثالي المنطقة الجنوبية تنظمت كمنطقة للمعارضة مع ديناميكية عسكرية وسياسية مختلفة والمجالس المحلية في المحافظة كانت مماثلة لما هو موجود في الشمال لسياع من حيث التنظيم ولكن كما يتعلق بالأفاق هذه الأفاق غير واضحة في الوقت الحالي بسبب حجم عملية تخفيف من التصعيد وكل هذا ليس واضحا ولنعرف أيضا ما هو الهدف النهائي منه هل نتحدث عن استقلالية عند مستوى منخفض أو هنا نتحدث عن إعادة إدماج هذه المناطق ضمن المؤسسات في الدولة السورية إذا كانت هذه الغاية بالتالي أعتقد أنه يجب أن تحدث عن الاستعداد للتعاون بين النظام وبين من هو موجود المناطق الكردية مثيرة للاهتمام لأن لأن مشروع حزب الوحدة الديمقراطية وطني فرعي لأن هذا الحزب لم يؤدي إلى تغيير في النظام أو إلى تغيير في دماشق أو في وسط سوريا وبالتالي يبدو أن بعض المؤسسات وطريقة تنظيم بعض المؤسسات إذن طريقة تنظيم هذه المؤسسات تشير إلى أنها محلية وهذا الأمر يعني أنها لن تكون منفصلة كثيرا عن إعادة الاندماج مع النظام السوري والدولة السورية وكان أيضا النفاز أدنى وأقل إلى المساعدة في مجال إدفاع الاستقرار وهذا مكن المجالس في بعض المناطق من توفير بعض الخدمات على غرار الحكومة إذن يبدو أن هذا الحزب وهيكلية هذا الحزب هي خطية بعض الشيء وبالتالي هذا العمر قد يشكل بديرة خير لاستدامة هذا الحزب أما التحدي فهو يتعلق بأجهات المانحة الدولية لسيما فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية يبدو أن هناك استعداد للاستمرار الآن في أنشطة وبرامج إدفاع استقرار وفيما يتعلق بالخدمات الأساسية لأن الفكرة هي تحويل هذه المناطق وعد استعادتها من الدولة الإسلامية إلى مناطق يمكن العيش فيها ولكن لن يتم اتفاق مثلا لبناء الدولة أو لبناء الهياكل مع الحزب وبالتالي سنتوصل إلى عدو يعمل بشكل جزئي من دون الإمكانية إلى النفاذ إلى الموارد الكاملة في سوريا ولكن نعرف أن من رعى هذه المبادرة غير مستعد لتحويل المبادرة إلى شيء أفضل وبالتالي نبقى عالقين في الوسط أنا أوافقك الرأي أن تحدي الفصل الذي تحدثت عنه بتحدث عن الإمكانيات المتاحة للمجاليس المحلية وهي ليست موجودة في حالة مثل سوريا حيث لدينا هذه النزاعات المختلفة بين جهات تفاعلة مختلفة مع وجود مجموعات عليها أن تطبق هذه الحوكم في الأراضي التي تسيطر عليها ولحظنا ذلك بالاستناد إلى الأمثلة التي ذكرتها تحدث عن المشاريع الحكم الأكثر نجاحا في سوريا وباستثناء الأسد لدينا الدولة الإسلامية وحزب البيكيكي الكردستاني والمناطق والأراضي التي تتحدث عنها مثل أحرار الشام وجبهة النصرة وفي الغوطة مع وجود الجيش الإسلامي وهنا نتحدث عن إسلاميين متشددين وغير متسامحين هذه خلاصة سهلة ولكن يجب أن تغذي السياسة إذا أراد أحدهم إرساء حل مستدام في سوريا أو في أي مكان لنأخذ يمن أو أي أمكن أخرى يجب أن نظر في الرهات الموجودة لإرساء هذا الحل وهذا الأمر سيجري من خلال المنافسة بين هذه الجهات المختلفة وهذه الجهات التي يجب أن نعمل معها إذن هذه الخلاصة ليست بالخلاصة الجميلة ولكن لابد لنا من إقامتها في بعض المناطق هناك سيطرة للنظام ويبدو أن هناك جهود متكررة للحفاظ على هذه الهيكليات المدنية للحوكمة كان جزئيا أم كليا لكي تندمج لاحقا بالنظام السوري فالحجة التي يستخدمها النظام لشرعيته هي السيادة الكاملة على كل الأراضي السورية واستمراره بالحفاظ على آليات العمل في هذه المناطق إذن في المناطق التي ربحها النظام مجددا تم القضاء على كل مؤسسات المعارضة قد يكون بعض الأفراد قد نجحوا في البقاء ولكن الكثر قد ذهبوا باتجاه إدلب ولا يسعهم الانقراض في مؤسسات نظام إلا بشكل فردي ولكن بالنسبة للمؤسسات بحد ذاتها فلا مستقبل لديها هذا ما رأيناه في ريف دمشق وفي شرق حلب حيث كانت هذه العملية الأكثر دموية هذه الهيكليات بحد ذاتها قد نسبت إلى المعارضة وكانت تحت نير المعارضة ويبدو أن بقاءها يعتمد على نجاح أو فشل المعارضة السورية نعم كل هذه الاختبارات حصلت في إطار من الحرب أو في حالة من الحرب في حالة من فشل الدولة أن المنطقة العربية هي المنطقة التي فيها أكبر مستوى من مركزية السلطة وهذا يعتبر أحد المعايير التي سهمت في نشوء هذه الظاهرة ولكن إذا لم تكن المركزية منتجة وهذا ما أثبت حتى الساعة بما أن المتمردين يخسرون هل من قدرة على التفكير بطريقة إشراك أكثر فعالية هل من مكونات يجب أن تكون متوفرة هل يمكن للحوكم شبه الوطنية أن تمثل إطارا نحن بحاجة إلى الإصلاح ولكن إذا ابتعدنا عن هذا الإطار الخاص بالدولة حيث تحدثنا عن تغيير الأنظمة وعن الخاسرين الواضحين والرابحين الواضحين هل أن تخفيف هذه المخاطر ممكن وهل يمكننا أن نفكر بالسياسة على مستوى محلي هل هذا ممكن في المستقبل نعم بكل تأكيد في العراق مستقبل السياسة رهن بإيجاد طرق للتعايش بين هذه المجتمعات وإيجاد طريقة لخلق هذا النظام الإشراكي وقدرة على ابتكار الحلول من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى وهذا ما يقوم به العراق منذ سنوات مضت ولكن أحيانا عندما أفكر باللا مركزية في بعض المناطق أشعر أن الأمر لن يكون مفيدا ولن يكون منتجا ولكن هذا رهن بالإطار الذي نتحدث عنه نعم اللامركزية والحوكم المحلية بإمكانهما أن يكون طريقة جيدة لمقاربة المشاكل الحالية المشاكل الموطنة وإنشاء هذا الفضاء الآمن لكي يعبر فيه الأشخاص عن أفكارهم وتطلعاتهم ولكن إلى أي مدى يمكن لهذه المقاربة أن تكون واقعية هذا رهن بالإطار المحدد وبالتوقيت المحدد الذي يختاره أصحاب المبادرة لإطلاق هذه المبادرة أن الخبرات التي ركست عليها أثبتت أنه يمكن للناشطين المدنيين أن يتخذوا زمام الأمور ويكونوا منتجين ويمكنهم أن يتعلموا من أخطائهم بعض هؤلاء الناشطين لم يعودوا موجودين لم يعود من المسموح لهم أن يستمروا بالقيام بهذه الاختبارات في مصر بسبب الوضع الحالي للنظام وفي سوريا بسبب الحرب ولكن أظن أن أمرا ما تغير كان أقله على مستوى الأفكار كان هناك أنظمة ما بعد الاستعمار منذ الخمسينيات والآن أصبح لدينا هذه الطاقة أو هذه النفذة الجديدة التي ننظر من خلالها إلى دور المؤسسات وأتت الإجابة بشكل مبتكر جدا وحديث جدا أترككم مع هذه الأفكار والملاحظات لكي نفكر بها في المستقبل في الحالة السورية أنا متشائم لأن لأن هناك أراض تعاد إلى سيطرة النظام وعدد المناطق أصبح بتزايد ولا أرى أي تحسن على مستوى الإصلاح لا أعتبر أن هذه المقاربة واقعية نحن نستخدم هذا الحوار ولكن إن إعادة البناء قد تكون إحدى الأدوات المستخدمة لإنقاذ ما تبقى من المقاربة بعد سقوط النظام بحد ذاته فكرة أن المال سيقوي الوضع بفكرة غير واقعية ولهذا السبب لن نجد مكانا لنخرج فيه من هذه الدائرة المفرغة من الصعب أن نفكر بفدرالية في بعض المناطق على الرغم من أن ذلك قد يكون أكثر قدرة أو قابلية للاستمرار ربما في المناطق الكردية ولكن حتى هناك هذا النظام الذي أسس هو مرتبط بالPKK الذي نعتبره نحن نظاما إرهابيا أو مجموعة إرهابية وتركيا مصممة على القضاء عليه إذن هذا الأمر لا يمكنه أن يكون حلا ممكنا ربما في الحلب قد يكون هذا الخيار ممكنا عندما كنت في أنكارا قال للأتراك أنهم يهتمون بإعادة إدماج هذه المنطقة في النظام أو تحت النظام السوري ولكن ماذا عن الجنوب فلنرى أنا متردد بشحة النظر عن هذه المقاربة نظرا للدور الأمريكي والروسي إذن أتطلع قدما إلى طريقة تطور الأمور في هذه المنطقة أما في الباقي البلد لا أرى أي مستقبل في الغوطة عفوا شرق غوطة وشمال حمص في هذه المناطق أنا متشائم هل من ملاحظات أخرى أكره أن أوافقكه الرأي ولكن أنا مجبر سوريا هي قضية خاسرة نظرا لهذا الإطار المسلح بين المجموعات المسلحة والحكومة فهم يتقاتلون لكي لا يتشاركوا السلطة قد يتشاركوا الأراضي ولكنهم لن يتشاركوا السلطة بالنسبة إلى المساحات حيث ما من حرب مدنية قد يسهل تطبيق أمور كهذه وأمل أن يكون ذلك ممكنا ولكن بكل تأكيد هناك ظروف مختلفة وأطر مختلفة وأنا لا أظن أن هناك حلا واحدا لكل الأوضاع كان لدي ملاحظة على مقاله السامر ما سنشهده في سوريا على مستوى اللامركزية أو الحوكمة المحلية لن يكون ذا تطابع مؤسساتي ولكننا قد نشهد انتقال السلطة داخل إطار النظام تحت قيادة الأسد إلى مناطق أخرى أو مساحات أخرى حيث النظام قوي ربما مجموعات أو عائلات وهذا هي سياسة غير رسمية أحيانا نقترف خطأ النظر إلى المؤسسات عندما تكون السلطة موجودة في مكان آخر إذن الآن سوف نفتح باب الأسئلة ونبدأ هنا في الأمام مرحبا أولا أود أن أشكركم خاصة آسيا لأنها تحدثت عن الإبداع الذي يصبح متاحا عندما يكون المناخ أو يكون الإطار موجودا عندما يشارك المواطنون بإدارة شؤونهم في بعض المناطق في سوريا كان لدينا مستوى مرتفع جدا من الإبتكار وبدأنا نلاحظ وجود هذه الخبرات في أطالب أو في إدلب حيث النزاع ليس نزاعا تقليديا بين أحرار الشام أو جبهة النزرة بل هناك أطراف محليين تمكنوا من إحداث فرق هل يمكن أن نستنسخ هذه الخبرات وننقلها إلى مكان آخر أم أننا وصلنا إلى مرحلة حيث لا يمكن للمنظمات أو للمواطنين أن يقوموا بأي شيء هل يمكنك أن تقول لنا أين تمكن المجتمع من إثبات قدرته على الاطلاع بهذا الدور دكتورة أسي أحد الأمور التي تحدثت عنها هي المركزية في مصر ونمازج المركزية في مصر هل لاحظت أنه خلال المرحلة التي كان فيها الأخوان المسلمون يسيطرون على مصر هل تم قبولهم من كبل المجتمعات المصرية وبعد السقوط المرسي ماذا حصل لهذه المجتمعات في البلديات مثلا أو في مجالس البلديات وفيما يتعلق بالبحث الذي قمت به في نهاية هذه الأزمة في نهاية هذه الأمور ستسبب مشكلة كبيرة في هذا المجال من سيتمكن من السيطرة على النظام السوري وماذا عن غياب الثقة بين هذين المجتمعين بداية أود أن أعيد تسليط ضوء على مقلة في الجلسة الأولى التأكد من أن هذه الاختبارات لن تنجح أو تأكد النظام من أن هذه الاختبارات لن تنجح فالنظام السوري لديه استراتيجية واضحة وهي تركز على ضرورة أن لا تتمكن هذه المجالس المحلية من النجاح ولكن أسيا تحدثت عن اللجان الشعبية ولطالما أعجبني أو لفت انتباهي هذا المصطلح في سوريا هذا المصطلح كان الاسم الأول للميليشيا ال داعمة للسلطة وبعد ذلك اتخذت تسمية أخرى وأصبحت تحت سيطرة إيران وهذا يذكرني بالنقطة الأخيرة التي قالها آران هذه طريقة ل إزالة مركزية السلطة انتلاطا من خلق أشكال أخرى من السلطة التي لطالما كانت موجودة ولكنها أصبحت أهم ولأنفكو أسمع من بعض المجموعات التي تقول أن النظام لن يتمكن من الاستمرار بفرض حصرياته على السلطة لأنه سيكون ممتنا لنا في نهاية المطاف لأننا ساعدنا خلال مرحلة الحرب هل من إمكانية لذلك أرين هل يمكنك أن تبدأ بالإجابة على الأسئلة التي تريد الإجابة عليها سأجيب على السؤال الأخير سؤال جيد جدا ولكنه صعب لا أحد يعرف كيف يعمل النظام السوري من الداخل بكل تأكيد بشار الأسد لديه فكرة ولكن حتى هو لا يتمتع بالرؤية الكاملة المرتبطة بكل هذه المؤسسات وبكل هؤلاء الأفراد المعنيين من الصحيح أن النظام وخاصة القوات الأمنية منذ العام 2011 قد تحولت واتخذت أشكال متعددة ونمو الميليشيات المحلية كان التأثير الأهم في هذا الصدد أكون نتحدث عن حزب الله أو غيره من المجموعات هذا نوع من المركزية بكل تأكيد ولكن جزء منه قد أصبح جاليا يمكن أن نقول أن الهيكلية لطالما كانت معقدة أو منفصلة في بعض الأحيان وهذه القوات الاستخباراتية لطالما كانت موجودة وكانت تعمل بشكل سري أصبح دور هذه المجموعات أكثر وضوحا اليوم بكل تأكيد تغير الوضع عما كان عليه قبل الحرب من الصعب جدا أن نجيب هناك بعض التنافس بين هذه الميليشيات لنهاية المطاف كلها تعمل تحت راية الأسد وهو من يطلق القرار الأخير موسيقى وأنا أتسأل من أين ستأتي القوة التي ستعطل هذا النظام مع وجود كل هذا التململ داخل الصفوف كل هذه توقعات من يدري الرجاء طرح السؤال على الميكروفون كي نتمكن من الترجمة سؤال جيد مرة أخرى وهذا السؤال سمعته من قبل داعمي النظام ومعرضي النظام سنرى بعد الحرب فإن الأزمة السورية تتطور بشكل قد يدفعنا إلى التفكير بأن المستقبل سيكون أقل دموية نظرا لأن الأسد أصبح يسيطر على عدد أكبر من المناطق إذن ستستمر الحرب غير رسمية بشكل طويل وحتى لو لم تستمر فسيحرص النظام على استمرارها أنا متأكد من أن التغييرات ستحصل ومن أن إعادة التوازن في العلاقات داخل النظام سوف تتغير بكل تأكيد ولكن هذه أمور لا يمكننا أن نحددها أقله بالنسبة إلي هناك بعض المواطنين الذين بقيوا في سوريا وهم يعبرون عن مطالبهم ولكن ما من أحد يستجيب لمطالبهم حتى لو كانوا موالين للنظام أصبح أصبح هناك هوامش أكبر للتعبير إلا إذا كان الموضوع مرتبطا بالحرب لم يعد بإمكاننا أن نعبر عن هواجسنا الأقتصادية ربما بكل تأكيد الأمور ستتغير ولكن لا نعرف بالضبط بأي اتجاه بكل تأكيد الصورة ليست واضحة ولكن أنا نشعر بهذا الوجود الدائم للمجتمع المدني المستقل في بعض المناطق ليس في كل المناطق ولكن في بعض المناطق مثل صراقب ومعارة النعمان هناك مجتمع مدني حيوي ومستقل قد يتفوق على المجموعة المسلحة أو أقله قد يبقى وهذه هي طريقة من بين طرق الاستمرار والنجاح عندما تحصل المواجهة تربح القوات المسلحة وهذا أمر نموزجي بعض المجموعات المسلحة قد تقدم دعما معنويا للناشطين في المجتمع المدني ولكنهم غير موحدين ولا يشاركون في هذه الحماية المشتركة لهذا السبب قد تتفوق عليهم المجموعات مثل جبهة النصر إذن هناك حدود لهذا النوع من السلطة الناعمة أظن أن بعض الأشخاص لا ينتبهون للفارق بين المجتمع المدني والمجالس المحلية ويصورون المجالس المحلية على أنها مجالس معادية للنظام ولكن هذا لم أشعر به فالمجالس بحد ذاتها غير سياسية وتركز على الخدمات ولكن لديها طابع سياسي إلى حد ما هي تمثل السياسة التشاركية وقد تدافع النظام الأسد ولكنها ليست مركزا سياسيا معاديا بهذا المعنى كما رسمته بعض الأطراف فيما يتعلق بالطائفية هناك بعض العمل الذي يمكن بذله لإجراء هذه المصالحة بين المجتمعات داخل سوريا ونحن هنا لا نتحدث عن المصالحة التي روج لها النظام بل المصالحة الفعلية ولكن أنا لا أعرف حقا ما هي الأمور التي يمكن توقعها بشأن مستقبل هذه الأمور أنا أفترض بأن مشاعر الضغينة ستكون موجودة لمرحلة طويلة وستغزي غياب الاستقرار والأزمات المدنية فيما يتعلق باللا مركزية تحت مظلة النظام بحسب ما سمعت وفيما يتعلق بالمؤسسات غير الرسمية كانت مستوى لا مركزية السلطة محدودا جدا ويبدو أن هذا هو التوجه أقله بالنسبة إلى المؤسسات الرسمية للدولة بكل تأكيد يمكن أن يصبح لدينا عناصر غير رسمية لهذا الوضع الراهن غير الرسمي ولكن يبدو أن الجهات المعنية ستكون أكثر تشددا السؤال كان مرتبطا بالمجالس المحلية وما حصل معها أو باللجان الشعبية وما حصل معها خلال مرحلة الإخوان المسلمين وبعدها خلال مرحلة مرسي اللجان الشعبية لطالما كان لديها علاقة متوترة مع النظام ولكن ولكن مع الإخوان المسلمين أصبح هناك تنافس على بعض النجاحات المجتمعية مثلا عندما يتم بناء عيادة طبية أو ينجح النشطون المحليون بتأمين خدمة ما كان النشطون المرتبطون بالإخوان المسلمون يعلقون الرياض حول هذه العيادة ويدعون أن هذا نتاج عملهم وليس نتاج عمل اللجان الشعبية كان هناك توتر كبير وكان الإخوان المسلمون يحاولون فرض سيطرة أكبر على المستوى المحلي شعرنا أيضا بنقص في الخدمات ليس فقط الكهرباء بل أيضا النفاذ إلى خدمات جمع النفايات وكل أنواع الخدمات الأخرى في القاهرة الكبرى وفي الأماكن المحيطة بالعاصمة واستهداف هذه اللجان الشعبية إذن ما بدأ يحصل هو أن الأشخاص أصبحوا مجبرين الإبتعاد عن النظام المرسي لأنهم لاحظوا أنهم يقودون نظام الخدمات ويربطونه بسجلات الانتخابات كان هذا النفور واضحا جدا وهذا ما كان واضحا بما أن النظام بدأ يخسر السيطرة بسؤالان سريعان لنبدأ بالصف الأول شكرا جزيلا لطالما فكرت في الحالتين السورية والمصري في سوريا النزاع والديولوجي وفي مصر النزاع السياسي وبالتالي من الأسهل حال النزاع الثاني وليس النزاع الأول ولكن لدينا الشيء يختلف لدينا ديكتاتورية وفي المنطقة العربية لا يزال لدينا رؤساء لمجلس الوزراء منذ العام ثمانية وواحد وسبعين وبالتالي عندما نظر في تغيير الاستراتيجي في هذه المنطقة ونرى نرى أنه مرت 45 عاما من دون أن يتدخل الأمريكيون والأوروبيون كما حصل في مصر عندما توقف الأمريكيون من التواصل مع مبارك وقت الثورة ونرى ما حصل مع صدام حسين والتغيير الكبير الذي نتج عن ذلك في المنطقة ما يحصل في سوريا مختلف وما يحصل في دول منظمة دول مجلس تعاون الخليجي مختلف ونفكر دائما في أن هذا يتطلب تغيير استراتيجي يختلف عن الغالب لأن هم يفكرون أن هناك ما في المنطقة ترامب يأتي إلى المملكة العربية السعودية لدينا فيلان في الغرفة ويتم دفع المليارات والمليارات إلى الغرب الذي لا يزال يدعم الدكتاتورية ومن منظور الواقع يقول الغرب وأنا سمعت ما قاله أوباما خلال مقابلة مع مقابلة مع فريدمن يقول نحن نريد أن نحمي هذه الدول من الخارج ولكن عليها أن تحمي نفسها من الداخل إذن لا أدري ما هو رأيك بذلك عندما نتحدث عن الحكم المحلي في سوريا كنت أتسأل عن عدد مجموعات المعارضة التي لها جدوى الأعمال للحكم المحلي قلت مثلا أنه بالنسبة إلى المجموعات المتحقة بجيش الحر السوري هناك مقاربة أوسع تريد إدماج كل ذلك في برنامج يتعلق بسوريا حرة ولكن بالنسبة إلى أحرار الشام وجبهة النصر هل تعتقد أن هما يريدان الحصول على حكم المحلي أو السيطرة على الأراضي للتوصل إلى مزيد من الموارد وللنفاذ إلى اليد العامل وإلى أشخاص سيساعدون هم في محاربة النظام شكرا سنكتفي بهذا الحد ونعطي الكلمة إلى المتحدثين سأبدأ برد على السؤال الأخير لا أعتقد أن هناك معارضة لأنه يمكننا أن نريد أن نتحكم بالأراضي واستغلال هذه الأراضي للحصول على المال واستغلال الأراضي أيضا أنا لا أرى أن هناك مفارقة أو تعارض بين الشيئين وبالطبع قد يختلف المنظور من مجموعة إلى أخرى حتى أحرار الشام حركة متنوعة ومغتالفة وهي تركز على السيطرة على بعض القرى قبل الانتقال إلى اهتمامات أخرى كالقيادة نعم أنا أدعم ما قلته لا أدري ما إذا كان هو من المفيد أن نغاليا في وصف هذه الحالة ودراسة مدى تماسكها وذلك جزئيا لأن هناك هياكل متشابكة لدى أعضاء المعارضة السورية فلدينا أطراف مسلحة ولدينا أيضا أطراف مدنية تحالفات وتنافست على النفوذ بالتالي لا أعتقد هناك مخطط توجيه كبير للجيش الحر السوري هل نظر أحدهم في فكرة أخرى في بحسي أنا نظرته في أحرار جب وكان النظر لديهم نظرة متطورة جدا قد تكون أكثر نجاحا مما كان يفترض به ولكن في النهاية عانت من المشاكل عند مستوى الحدود الجغرافية من الموارد بإضافة بإضافة إلى ما كان متاحا لهذا التنظيم الذي أصيب بالإحباط والآن هذا هو الواقع فيما يتعلق بمجالس المحلية هناك الديناميكية أخرى وهي تتعلق بأجهات المنيحة ويتعلق ذلك بمدى التعويل على الجهات المنيحة وهل ستطالب الجهات المنيحة ببعض الشروط مثلا ولكن هناك أيضا الرغبة من قبل الجهات الناشطة لكي تقوم بتحديد إطارة لعبالها في إطارة مؤسسة قانونية ضمن سوريا وبالتالي حتى وإذا كانت هذه المجموعات تعارض نظام الأسد وتطالب بشيء مختلف إلا أنها أرادت أن تهيكل هذه المجالس المحلية بحيث تكون منسجمة مع الهيكل القانونية الرسمية في سوريا ونرى إلى أي مدى هذا الأمر يسمح بحكم من الأعلى إلى الأسفل هذه هي الأسئلة التي تبقى عالقة سأحاول أراد على سؤالك أعتقد أن دراسة حالة مبارك في مصر تقول لنا ما يمكن للولايات المتحدة الأمريكية فعله وما لا يمكنها فعله مبارك سقط بسبب ما حصل في مصر وقد يفخيل لنا أن الأمريكيين سهلوا هذه العملية ولكن ما نراه مع الثورات وردد الفعل هو أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقتل القوى الديناميكية الداخلية الموجودة وإذا لم تكن موجودة داخل هذه البلدان أو المناطق الولايات المتحدة الأمريكية لن تشكل محركا لهذا التغيير السياسي وما لم يتم التوصل إلى كتلة حساسة للقيام بذلك وأعتقد أن مصر قد تحتاج إلى عقدا من الزمن قبل أن توصل إلى إعادة إنتاج للسلطة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث هناك أمان للتغيير لن تكون الفريق الذي سيدخل في المعادلة للدفع باتجاه تغيير واسع النطاق شكرا جزيلا سأنهي بهذه الملاحظة المتشائمة أود أن أشكركم على مشاركاتكم لحظة أن هناك مجلد ثانا يتعلق بي الحوار المتعلق بالأمن الإقليبي ويتم نشره في شهر مارس أذار من عام 2018 شكرا مجاك شكرا محمد محي أمان شكرا يتعالي محمد خورو أمان خورو شكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا كالعيد شكرا